زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة اوكلن سيتي خلص الدوري بتاعه في شهر نوفمبر اللي فات وحاليا يعني بعد فترة راحة سلبية تقدر تقول مع قلب ريارة المدير الفني الجديد بتاعهم وهو اسباني الجنسية برضو زي ما قلت في دات الحلقة هم مؤمنين جدا بالفلسفة الاسبانية دي اخر تمرين للفريق هم لعبوا مطشين في كتالونيا المعسكر ده اعتقد بدأ بمواجهة مع فريق من كتالونيا اسمه رديس فريق مش معروف قوي وبعد كده لعبوا مع جونبو موتورز الكوريا الجنوبية مباراة خسروها بنتيجة 1-0 وبكرا ان شاء الله يلعبوا مع بارثا أثلاتيك مباراة تالتة والأخيرة قبل ان شاء الله ما يتعجهوا بعد كده للمغرب عشان يبدأوا مشوارهم طبعا في مواجهة الأهلي في كاس العالم مش عايزة هون ومش عايزة هول مباراة أوكلاند سيتي أكيد الأكيد خلينا ما تفين هي أسهل مباراة أو أسهل فريق ممكن تواجهوا في البطول أسهل من الهلال وأسهل من الوداد وأسهل من أوكلاند سيتي أسهل من قصدي سياتل ساوندوز وأسهل طبعا من فلمانجو لكن مباراة محتاجة كل التركيز والجدية لأن الفوارق كبيرة جدا هم عندهم خمس محترفين آه لكن عندهم لعيبة كتيرة جدا كبيرة في السن يعني اتنين من المحترفين واحد ياباني أعتقد لفت باك الباك الشمال بتاعهم عنده تسعة وتلاتين سنة وعندهم سنتر فرود أو مهاجم يعني أرجنتيني سنه 34 سنة وبعد كده بقى فيه محترف من أعتقد الجزائر أنا يعني هستعد مع حضراتكم أرقامهم بطولاتهم زي ما قلت لكم حالة النهاردة فيها جزء كبير جدا تقديم الفرود أوكلاند اللي احنا إن شاء الله هنقابلها في بطولة كسر